من على جزئها الغربية الجبالية حتى الجزء الصحراوي الشرقية تشتعل جبهة كتاف بمحافظة صعدة التي ما تلبث أن تنطفئ نيران المعارك فيها حتى تعود من جديد بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثية الإرهابية القوات الحكومية أحرزت تقدما جديدا في ذات المديرية شرقية المحافظة بعد تحرير عدد من التباب في مدخل وادي الفحلوين القريب من مركز المديرية عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيات الحوثية التي سرعان مالذت بالفرار مخلفة قتلى وجرحة في صفوف عناصرها وتدمير العديد من الآليات التابعة لها الميليشيات كانت قد تكبدت في وقت سابق خسائر مادية وبشرية في ذات الجبهة أثناء محاولة مجموعة من عناصرها التسلل باتجاه مدخل الوادي الذي تحاول باستماتة السيطرة على المواقع والتباب المحيطة بالوادي كونها قريبة من مركز مديرية كتاف مديرية كتاف من أكبر المديريات مساحة في محافظة صعدة وتتصل من الجنوب بمديرية الحشوة والغرب بمديرية الصفراء وهو ما اعتبره عسكريون أن تحرير هذه المديرية سيمثل نقطة انطلاق للقوات الحكومية في التقدم جنوبا باتجاه مديرية الصفراء ومنه إلى محافظة الجوف والالتحام غربا ببقية القوات في مديرية باقم وبقية المناطق التي تتسارع فيها عجلة التقدم للقضاء على الميليشيات المعارك الضارية في محافظة صعدة بمحاورها الستة المختلفة التي تستمر وحدات من ألوية القوات الحكومية في تطهير جبالها وأوديتها لاشتثاث ميليشيات الكهنوت الحوثية من المحافظة التي حاثت فيها فساد وتدمير في إطار أحلامها لعادة عجلة التاريخ إلى الوراء أهمية استراتيجية تمتلكها معركة صعدة في كونها ستمكن القوات الحكومية من تحقيق إنجازات عسكرية ومواصلة الزحف نحو محقل زعيم الميليشيات خصوصا في منطقة مران والذي من شأنه منع التمدد الحوثي وصولا إلى تحرير كامل تراب الوطن من تلك الميليشيات